اهلا بكم من جديد في حديث القاهرة وصلنا لفقرة حديث القاهرة الموازي بورسة الكلام مع زميلنا العزيز خالد البرماوي واللي مجهزه معاه فريق الحقيقة بيشتغل على يعني أقصى طاقة ممكنة مساء الورد يخلق مساء الفول يا كريم مساء الفول يا خير فإحنا طولي اليوم بيبقى جزء كبير جدا من شغلنا قيم على عملية التحقق بعد جميع الأكبر ثم التلخيص بورسة الشخصيات الأكثر نشرا على مواقع الإخبارية الكاتب الكبير الله يرحمه وفيد فوزي هو الشخصية رقم واحد الدكتور خلال عبدالغفار على خلفية مستشفى أوسنة وعلى خلفية كمان القرار التنفيذي النهاردة عمل قرار مهم جدا ونشر حينشر في الوثيقة الرسمية في الوقاعة المصرية السمح للسيادلة مع ضوابط ثلاث ضوابط علشان يجبوا أنفسها والجميل أن تم الأمر بتنصيق من مجلس النواب لجنة الصحة ونقابة الصيادلة ونقابة الأطباء فدي وكمان المجلس القومي للدواء نهارد مي علي إيهاب جلال على خلفية إقالته وتصرحات بقى من راجل أعمال كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة المصري وكمان تامر نحاس الوكيل لإيهاب في كلام كتير جدا بقى هل في أزمة مالية في المصري ولا سبب الخروج والحاجات اللي أنتم عارفينها بعد أي إقالة أو استقالة لونالماسي بعد المباراة العظيمة اللي عمالها مبارح والهدف اللي جابه وحالة كبيرة جدا من الاحتفاء بيه على مستوى السوشيال ميديا على مستوى كمان أخبار وخيري وناس كتيرة جدا بتتوقع إن كاس العالمي كل تيني وكمان وصلين لدرجة توقعاتهم لبرتغال لا لا قولي الكمبيوتر الرسمي اللي هو بيتوقع النتائج ده كان قال مين يا مع مبارح يا أسفل لا الفرق خرج كلهم في شنك كل الفرق اللي مش في شنك بس كلها يعني يعني بس إلى الآن لا تامر حسني على خلفية حفلة عملها في أحد الجامعات الخاصة وكمان ابنه كان بيغني معاه وكمان مجموعة كبيرة جدا من الصور نشرها على حسابه على انستجرام ودعا الناس لتفاعل معاه يبعطوا الأغاني اللي هم يحبوها وجيب الحاجات بأمان المتمن بيعملها إنه بيتفاعل مع الناس وبيطلب منهم تواصل معاه طيب النهاردة طبعا أكتر قصة كانت مطار اهتمام كبير جدا من الناس والوسط الصحفي والإعلامي والناس كمان وفاة الكاتب الكبير مفيد فوزي كانت القصة الأكتر نشرا على جوجل وبحثا كمان بنته الكاتب الدميلة حالي مفيد فوزي نعته على انستجرام وقالت بابا سافر للسماء عند ربنا صلاة الجنازة على روحه الطيبة اليوم الأحد في كنيسة المرعشلي وغدا الاثنين الساعة الستة هتكون العزة في نفس الكنيسة حالة كبيرة جدا من الوعي والاهتمام به يعني زمنا نشروا ليه آخر تصريحاته التلفزيونية قبل وفاته وكان واضح من الكلام ان هو بيجهز كمان يعني حتى كمان السباح المديني كان بيكلم من في شهر سبتمبر لفاته كان بيجهز لحوار كان بيجهز كمان وكان بيعمل طول الوقت الحقيقة يعني يعني لولا المرض هو من يعني ضغط عليه في الفترة الأخيرة وكان صعب جدا مرحلة صعبة جدا طبعا هو بيعتبر نفسه من أباء المهنة وإحنا بيعتبره برضو من أباء المهنة سيد أحمد شبير كابتن أحمد شبير نشر صورة ليه ونعاه دورة الفنانة التونسية دورة نشرت برضو رسالة وقالت ان هو قيمة كبيرة جدا في عالم الصحافة الفنية الحقيقية والإعلام ولم تتكرر كان فيه فنانين كتير وظهر دا بيحقوا عن مواقف ليه معاهم وزاي دعمهم وزاي دعمهم إدوارد إدوارد وموراد مقرم حما صبحي وصفوا ودعا صديقي الغالي الإعلامي الكبير مفيد فوزي لقد تلقيت نبع رحيلك بألم وأسى رحلت لكن تاريخك باقي عزائي عزائي لك وكل محبينك فيه حالة كبيرة جدا من الاهتمام بيبأمانة على مستوى كل المواقع وكل محركات البحث النهاردة بقى على مستوى تريند الأخبار اللي انتو تميتوا بيها جدا واقعت طبعا وفاة أربعة وإصابة عشرة في حدث والإكتوبيس المجنون اللي كان في عزبة النخل كانت من الحاجات المهمة جدا النيابة العامة كانت تريند على حاجتين أول حاجة نفي الشائعة اللي كريمة وخيري يتكلموا عليها بخصوص منا شلبي وكمان تصريحات النيابة لتوضيح الموقف من التحيات وهي بتقول أنها بتحقق في أزمة مستشفى وسنة مركزي بالمونفية وكمان نفي خبر إحارة منا شلبي للجنات وفاة اللواء ناجي عبدالعزيز شهود واحد من أبطال حرب أكتوبر واحد من عزماء جهاز المخابرات الحربية المصرية والمهندس واللواء ناجي شهود وأنا كان ليا شرف التعاون معاه أكتر من مرة في جلسات وندوات كتيرة جدا وما تشوف يا خيري كم التحديث وأفكاره ورؤى وهو خارج من 2013 فطبيعي ممكن يكون معلومات ومش محدثة لكن لا مطلع ومطلع برزان القوات المسلحة نعيته النهاردة في بيان ليها على صفحة المتحدث العسكري على الفيسبوك وردود فعل كتير جدا يعني حتى بالناس عادية من جملاء واحدة زميلة صحفية بتقول جمعاتي الظروف من يومين بالواء ناجي شهود والحقيقة أنه كان لآخر لحظة شايف أنه عنده علم ومعلومات ومحتاجين إلها الدكتور طاري فهمي أستاذ العلوم السياسية حكى على أنه كان موجود لحد مبارح يا كريمة يعني لحد مبارح كان في مركز الدراسات الاستراتيجية وكان موجود طوال اليوم فأنتي يعني في شاف القيمة اللي أنتي بتديع للناس الموت ليس الله وقت يا صديق يا رب أنا أتمنى هذه الموت أنه نكون لحد آخر لحظة بد محمد وريد بركاته أستاذ الإعلام كان بكلم على قده كان إنسان نبيل ومقاتل وطني ومعلم أمين وكانت لديه قدرة مدهشة على حفظ الأرقام والأسماء بدقة شديدة من ترند الأخبار لترند الرياضة أسامة نبيل أنتم شفتم بارح لما كان في تصريحات نسبت لي واتنشرت على موقع في الجول كان بيهدد فيها بالرحيل أو بيقول لأقدم استقال النهاردة المستشار مرتضى منصور تلع وقال لك لا ما حصلش الكلام ده وأنه هو أسامة نبيل موجود ولاد الحلال قالوا أنه حصلت جلسة ولاد الحلال برضو صوروا نهاردة اللقاء أو حضوروا التدريب بتاع نادي الزمالك في إيران الترند الرئيسي هو إلغاء شرطة الأخلاق شرطة الأخلاق أو شرطة الإرشاد تم إيقافها وهي شرطة يعني تعاملت في 2006 وكانت واحدة من المتهمين الرئيسيين ما كان هي المتهم الرئيسي في وفاة مهسة أميني الفتاة الإيرانية اللي توفت قبل أسابيع السلطات قررت إيقاف شرطة الأخلاق وفيه كمان أنباء عن أو هما قالوا تصريحات أن هما هيعيدوا النظر في قانون إجبار المرأة على الحجاب طبعا قدام الضغط اللي حصل ده وأخشى أنه يكون تراجع تكتيكي يعني في بعض الناس بتقول كده يعني في حتى كمان إيه لحد ما يقدروا سيطروا على الشارع بالضبط يعني فيه تقارير الداخلية تكلم إن الشارع الإيراني لم يستقبل هذه الأنباء بترحب شديد لأنه حاس أنها لم تكن عن قناعة أي وإيلا كانوا عملوها من أول يوم ودي من الأخطاء دايما إنه تتبقى متأخر عن الشارع وعن طلبات الشارع محمد بنيدي بنختم معاك قصصنا النهاردة بنخش على بورسة المونديال باللقطة دي وبيقولك الفرق بين الطاقم والأوتفات واضح طبعا الطاقم بتاع محمد صاح كانترندا على فكرة برضو كان مهتم لأن الصور صورة معمجبة وقعد يتكلموا بقى كلام كده ما حبناش نجيبه لكن الأوتفات جلّة طا حلوة جدا طيب ناخد بورسة المونديال أوكي ولا ناخد الأول ردود فعلي العالمية على حفلة كريستانديور لأنه فعلا بجدًا نتعرف إنهم كانوا نقلنا على الموقع بتاعهم لايف؟ نقلوها على لايف ونقلوها كمان على حسابات كتيرة جدا من الموضلز اللي كانوا موجدين مجلة جي كيو واحدة من أكبر المجلات جنتلمانز كوارتر نشرت وقالت في مصر عرض أزياء سينيمائي يعيد لنا عالم الموضل جذاب وحطته على صدر صفحة رئيسية من المبارح للنهاردة ومجلة أو جريدة زي ناشنال برضو بتقول قدم ديور عرضا سنويا مليء بالنجوم عايز أقول لك كم ردود الفعل العالمية من الحسابات المشهير كبيرة؟ أنا بقول لك هو النهاردة أو مبارح النهاردة أو مبارح الحدث ده كان واحد من أكتر الأحداث المنتشرة على مستوى العالم بدأت الناس تشوف قد إيه إحنا عندينا وجه حقيقة محتاجين نعرضه شاء قون نجم الفريق الكوري مع مينة مسعود وصورهم برضو كانت منتشرة لقطات كتيرة جداً ليلة موسك بنت موسك كانت برضو موجودة ونشرت صورها أنا كان لازم أعدي عن ناس واحد واحد بس الأحدة كانت طالح أنا سمعتني أنت خدت البطانية دي خدت البطانية دي صح؟ فيه فيه كلاب حاجة كده شيك كانوا عشينا أن ندفى بيها في البلاد عايز أقول لي بلبسوها كوفي كناها كوفية والله يتلبسك لو أنت رايح لك فيه كده تأخذها مكان البطانية اللي هناك تعليقات كثيرة جداً تبدو الأهرامات والصحراء مصر رائعة جداً في عرض ديور أمتكلم على تعليقات على مستوى العالم دي لحظة تاريخية ليه لمشاعب الجمال والسحر على أرض تتميّل بالفن والتفريق متابعين من أنحاء العالم أمتكلم ما جبتش متابعين من مصر على فكرة من العالم كله حتى كمان إحنا بتتكلم على الفانز أو الجروب اللي هم بيدعموا الفرقة الكورية احتفت جداً بالعمل نهاي مبرح في بورس الكلام مع حديث القيارة أنت متخيل وحاجات بقى 30-40 ألف وبقولك كان إيه One of the biggest Egyptian TV show أشار لتغطية حضور نجومهم والأسبانية والفرنسية ايوة بقى بقنا عالميين آه احنا دوما مش متخيل كم أنا لو أعرف كنت جبت البطانية معايا النهاردة بصراحة لو أعرف هذا اللي احتفتها هم منزلين صورة عندهم برضو لا بسبب اللجوم الكوريين اللجوم كان فيه طبعاً سيدة الوزيرة رانيا المنشط ووزير التعاون الدولي قالت حقاً لحظات تاريخية وساحرة ودكتور أهل السعيد ووزير التخطيط قالت تبدو مصر وكأنها لوحة سريالية حديثة وقطعة فنية لا تتبع أي قواعد فبجد نفسنا الأحداث دي كل أسبوع خير نفسنا وإحنا نقدر عليها بورسة المونديال بسرعة قبل ما الوقت يخلص فرنسا وبولندا ماتش كان يبدو سهل جداً لبولندا وهو فعلاً سهل لفرنسا 3-1 إنجلترا والسنغال الماتش بتلاعب دلوقتي و3-0 إنجلترا لدي زمانه خلص آه لسه شغال أوكي بابي النهاردة سجل أعلى سرعة في مونديال 2022 كان رهيب وقاب بونين في زوجتين أنا مش فاهم اللي عين ده ده حيبقى شيء صعب أصغر اللاعب يوصل لرقم 9 جابت 9 أهداف حتى المصريين كانوا هو دي ده مصريين والله العظيم أنا كنت متأكد البين أبيض برضو البين أبيض والله أبيض أخبرهم ما عاملوا معنا في النهاية حانا نحظ لإفريقيا حامو بيكا نشر صورة لواحد شبيه لي وقال له ما عرفتك شانا كده يعني بس يعني ملوت برضو بليه الحمد لله بيان منه يعني بيان من فريق العمل بيطمن الناس وبيقولوا كونوا هادئين وإيجابيين وبيقول لهم أنا قوي وأتابع علاجي بشكل طبيعي كان هو دخل طبعا المستشفى على خلفية سرطان القولون هو عنده 89 سنة نمار راجع لأنه كانت تعرفت كان عنده أصيب في المباراة الأولى يا خيري ومباراتين ما حضرواهمش يا كريمة مفروض المباراة الأولى في دور 16 هيلعبها ودور 8 أصدق جاب دور فلاص يا فرنسا عدت 16 كان في 32 نمار البرازيل حاطت البرازيل أنا آسف حاطت الشاشة أتابعته كاس العالم ده تفاول للعطاء إشارة إشارة ذاتها جدوى دي ماردون اللي أعطت اللي كانت حلوة جدا واحدة ناشطة وهي من المشجعات الكرويات وعملة مبادرة اسمها هير جيم 2 وكتبت منشور بسيط وقالت فيه والله أنا ما صدقتش أنا حضرت كاس العالم وما تعرضتش للتحرش بس كده عادي خالص ما بيش أي حاجة لا والبعض كتب أن ده هي النتيجة لغياب الخمور في المدرجات وحاول الملعب علشان كده كانت الدنيا أمان دوليات العالم والستات استفادوا كله من ده المشكلة هي قلت رأيها اللي حصل صحافة ومواقع كتيرة وناس كتير جدا هجموها نقلت رأيها بل بعضهم يعني واحدة اللي تلاقي من دفع ووحدها لها لتعرفون حقوق المرأة في قطر فدخلوا في منطقة تانية يعني يعني لقت المرأة بأن الست ما تحرش شوش بها يعني كانوا حيبوا صعداء لو تهروا تحرش لو بيكلموا إنها تم دفع دفع لها لكن هي اسمها إلي مولسون وقالت أنا أريد توضيح بعض الأمور لقد تحدثت عن تجربة الشخصية في قطر ولما تحدث عن تجربة أحد آخر أو أتحدث باللسان غيري شكراً للذين ندعموني أمام تلك الكرة هي التي توقيتها بمكن اليابان وكرواتيا والبرازيل وكوريا الجنوبية تتوقع أي خير اليابان وكرواتيا اليابان وكوريا وكرواتيا أو لا أنا أتوقع كرواتيا بكرة وحوم بتوقع البرازيل طبعا أنا أتوقع اليابان والبرازيل طيح نشوف ماشي هنأتلك هنا بكرة وكريمة طبعا كرواتيا والبرازيل الآ lung יהدي نضم من حيين نضم الخير بشكرك جدا طيب دي نهاية برسة الكلام بعد الفاصل هيكون معنا دكتور حسن علي أستاذ الاقتصاد الفخري بجامعة وهايو عميد كليات الإدارة بجامعة النيل هنتكلم عن الدولار الدولار ارتفاع سعره في مواجهة العملات في العالم ما أثر على كله على اليورو على الجميل الإنجليزي على الليرة التركية على كله هو أزمة بتواجه الدول. احنا هنتكلم كيف يمكن للقطاع الخاص أن يساهم في حل أزمة الدرام أن يساهم في زيادة التصمار في زيادة التصدير هناخد رؤية اقتصادية من خبير وأستاذ كبير بعد الفصل